لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الأستوديو أستاذ ذراعات هاشم الخبيل الستراتيجي أستاذ ذراعات مرحبا بك معنا في هذه النشرة كيف تقيمون خطوة وزارة الداخلية بعد افتتاح الوزير عبدالأمير الشمري منظومة إصدار البطاقة الموحدة في القنصلية العراقية بالسفارة العراقية بعمال تحية طيبه لك أستاذ ساندوار متابعي الكرام طبعا دابت وزارة الداخلية منذ فترة على خطوات إجرائية مناسبة تناسب التغيرات التي حصلت على كثير من البرامج التي تخص عمل الوزارة وعلى ما يبدو هو مسايرة لتوجصيات مجلس الوزراء وحتى إجراءات تعنى أو تناسب البرنامج الحكومي للسيد السوداني والوزارة في خطواتها أولد اهتمام كبير لكثير من المعطيات والأمور التي تخص عملها هذه الخطوة التي تحدثت عنها سألت عنها حضرتك تأتي في إطار رفع الجوانب الروتينية في كثير من الأمور التي تتعلق تخص المواطن سواء في الداخل أو في الخارج والجالية العراقية في العديد من الدول حظيت باهتمام على ما يبدو مناسب لتسهيل عمل استخراج هذه الوثائق والمستمسكات وحينما تأتي منظومة بهذا المستوى إلى عمان إلى لندن إلى دول أخرى في العالم في وقت قياسي مناسب هذا حقيقة يحسب إنجاز لها طالما طالب المواطنين حتى عبر صفحات السوشال ميديا وحتى عبر شخصيات إعلامية أنه دعوة لوزارة الداخلية لتسهيل هذا الأمر وجلب مثل هذه المنظومات والاستجابة كانت استجابة مهمة وفعلا قد سهلت كثير من مطالب المواطنين في استخراجها وهل هذا أيضا إضافة إلى أنها ستسهم في تعزيز الأدمة ومحاربة الفساد والبيرقراطية التي أشرت إليها أيضا وعناء السفر ومشاكل نعم بدأت هذه المسألة في العراق في محافظات مختلفة فعلا سهلت إجرائية تبعد الفساد أنا أعتقد في داخل المؤسسات الداخلية في المحافظات أكثر تهم وتعني موضوع الأتمة رغم أنه استمتداد هذه المسألة إلى دول وعواصم توجد فيها جالية عراقية هذه فيها إيجابية كبيرة موضوع القضاء على الروتين نعم يعني يتطابق هذا الأمر بين سواء في الداخل العراقي أو في عواصم دول أخرى موضوع الفساد أنا بداخل المحافظات أتوافق معك لكن في السفارات في القنصليات يعني هذا الأمر فيه قليل نعم يقلل الروتين ويقضي عليه يبعد شبح الإجراءات المعقدة والمركبة لكن في موضوع الفساد الأقل في موضوع القنصليات والسفارات موجود هذا الشيء يخفف نعم كثيرا لكن في الداخل لأنه هناك إجراءات معقدة ربما مركبة تولد عمليات فساد الأتمة حقيقة اعتمدتها الحكومة منذ فترة على الحدود على القمارق على مختلف وحقيقية حتى للأمانة هي منذ بدأ هذا المشروع مشروع الأتمة لعديد من المشاريع المتعلقة بخدمات المواطنين ابتدأت منذ فترة الكاظمي سيد الكاظمي وعطيت زخما إضافيا في حكومة السيد السوداني نتمنى فعلا أنه كل التسهيلات وكل المرونة في التعاطي مع مثل هكذا قضايا الأتمة تشجع فعلا على تسهيل ومرونة كثير من الإجراءات واختصارها على المواطن تعلم جنابك المرأة الكبيرة الشيوخ العجائز الولادات الأطفال كذا أملية تسجيلها وتوثيقها تحسب حقيقة لجهزة وزارة داخلية وبالذات يعني جنسية ربما هو دائرة الجنسية والأحوال كثير من هذه الأمور والمعطيات اللي متعلقة بالأتمة سهلت للمواطن حقيقة الوقوع في الخطأ يعني تعرف والوقوع في التزييف لا سمح الله ربما تزوير قضت عليه هذه الأتمة لأنه مرتبط مرتبط مركزيا بالمركز ويعني تبعد شبح هذا التزوير أو ومن خلال أخذ بصمة العين واليد أيضا من عمال المكملات هناك أيضا أستاذ رأى تعقيدات أخرى أشرت إليها في تحدث في السفارات العراقية والقنصليات العراقية في الخارج ومن هنا في عمال مثلا يعني تحصيل المبالغ كرسوم لإصدار الجواز أو تجديد الجواز وكذلك ربما سنواجه نفس المشكلة في البطاقة الموحدة يطالبون بالعملة الصعبة الدولار لماذا لا يتم يعني استحصال هذه المبالغ بمبالغ الدولة التي تكون فيها السفارة أو القنصليات العراقية مثلا هنا في عمال دينار الأردني أفضل من يعني يذهب إلى السيرف ويغير وكذا يعني أليس أستاذ ساعد حقيقة هي يعني مهمة وضرورية وطبعا يعني أيضا تكمل عملية تسهيل الإجراءات التي يحرص عليها الأخ السيد الوزير عبد الأمير التشمري الرجل يعني حتى حينما يعني نخاطبه بالإعلام أو نخاطبه حتى بشكل مباشر الرجل يعني جماعتنا يعني الإعلاميين اللي نقول والصحفيين وحتى أصحاب الرأي يستجيب استجابة مباشرة أنا أتمنى أنه فعلا يستجيب لهذه الخطوة رغم أقول لك بأمانة حقيقة يعني هي يعني قريب من المبنى أو القنصرية مكاتب تسهل هذه الإجرائية ولا تستغل حقيقتين لكن هي خطوة يعني مضافة لو رفعت وتقبل بالعملة عملة ذاك البلد ليس فقط في المملكة الأردنية الهاشمية وإنما حتى في دول أخرى تسهل حقيقة على الكبار السم بالأخاص وإلا يعني ربما أنا وأنت نهرول إلى الصرف وأنا نهرول إلى أي مكان طالما فيها تسهيل هنا فيها تسهيل واختصار للوقت يعني فعلا لكن كثير منهم يقول لك أنه طالما جاءتنا هذه المنظومة نتحمل يعني عبئها البسيط هذه أنه على مقربة من المنظومة تكون عملية التغيير أو تبديل العملة لكن هي فعلا كما قلت على الآخرين ربما يسهو أو شخصا كبير أو يعني تكلفه يعني وقتا يعني هو يأتي لا يعلم ويفاجأ يقول يعني الموظف أريدوا منك يعني مبلغا بده لا صحيح الحكومة في تسهيل هذه الإجراءات ورفع هذه التكلفات مهما كانت بسيطة تسهل يعني بالذات أقول للكبار من السن تأكيد مدير العام للجوازات والأحوال المدنية في العراق لواء نشأة الخفاجي الحقوقي لواء الحقوقي نشأة الخفاجي بأن أصدار البطاقة الموحدة سيكون بنسيابية عالية يعني هل نتوقع فعلا أن يتم هذا الأصدار بنسيابية عالية أم أنها يعني مجرد تصريحات إعلامية وتمنيات ليس أستاذ أعلم وفق متابعتنا حقيقة لهذه العملية ككل يعني منذ كانت في داخل البلد بالبداية كان يبدو هناك نقص في طباعة هذه البطايق أو البطاقات من المنشأ لما يبدو منشأ أجنبي ويبدو بميزة خاصة ولا تقبل التزوير ولا اللعب فيها حصل تراكم حصل أزمة طوابير في بداية حقيقة ربما في السنة الأولى حتى يعني الزخم هذا البشري اللي جاء يريد يغير هذه لأنه صارت معتمدة في الدوائر وبدت الناس يعني من جراء الوعي الحكومي التثقي في الإجراء لوزارة الداخلية والجهات الفاعلة الأخرى المرتبطة حصل أنه بالبداية صار زخم وآزمات وازدحام وفيما بعد يعني وحسب ما تحدث بيه السيد الوزير أنه يعني أغلب يعني المواطنين ربما بقي عدد قليل يعني مليون يحسب عدد قليل على مستوى كل البلد أو حتى على مستوى الإججاليات في الخارج يعني قياسا 42 أو 43 العدد كذا حينما استخرجت لهم هذه البطاقة وأكمل هذا العدد يعني الأشهر الأخيرة سمعنا أنه كان بن سيابي سيابية عالية وعدم تأخير وحتى باستخراجها ما يعطوك يعني وقت مطول مبكين الآن على مستوى القنصريات أو على مستوى الجاليات مئة بالمئة كما قال الأخ نشأت الخفاضي سيد نشأت أنه فعلا ستكون بن سيابية على اعتبار ولكن سيد رائدون ستتواجه مشكلة يعني الملاحظ أن السفارة العراقية اللي موجود بها القنصري العراقية مساحتها صغيرة ومكانها ضيق هنا يعني والعراق بلد غني وكبير وهناك دول فأفقر فقيرة ونرى سفارتها ضخمة قلعة تكون بشكل قلعة لماذا لا يتم مفاتحة يعني وزارة داخلية وزارة الخارجية أو رئاسة وزراء يعني حتى تماشيا مع مكانة العراق يعني تغيير مكان سفارة يخذه مساحة أكبر يعني حتى الصالة صالة انتظار المواطنين المراجعين لتغيير جواء السفار أو ستكون البطاقة الموحدة يعني لا يجب مكانا حتى الجلوس في بعض الأحيان بالتأكيد نعم يعني هذا قد يكون يعني يخص يعني وجهة نظر وزارة خارجية أو ضمن اهتمامات صلب اهتمامات هي تقدر ذلك فعلا كما تقول ربما هناك دول فيها جالية عراقية محدودة لكن سفاراتها ضخمة وكبيرة وربما مساحات بتاعك الصورة ايه ولكن هي يبدو بها يعني رمزية أو مكان يعني قد يجوز يعني انه حرص على ان يعني ان تغير ضمن اهتمامات الوزارة هذا فعلا قد تجيب عليه الوزارة لكن هي يعني حاجة ملحة فيما يتعلق بالبطاقة الانسيابية اللي حصلت في استخراج الجوازات يعني هذا التقدير الشخصي على الحروف او على الاوقات تذكر جنابك مكان عندهم موعد او توقيتات معينة لاستخراج الجوازات لمدة معينة يوم الفلاني واليوم الفلاني انا اعتقد اذا كما عرفنا سمعنا انه على الحروف الابجدية على ما يبدو توزيع ايام يعني التقديم على هذا الموضوع او ربما طريقة اخرى عبر الموقع السفارة انا بتقديري ستسهل اذا كانت العملية عملية تنظيم حسب الحروف الابجدية وحسب الايام لكن تقول لي الحاجة ربما لموقع اكبر واوسع هو يعني المنطقة ليست مزدحمة كثيرا بإمكان المواطن ان يصل اليها لكن المكان فعل المكان القنصري او مكان الموقع اللي تستخرج فيه مثل هكذا اصدارات اعتقد تحتاج الى توسعة او الى مكانات ربما بديلة وهذا قد يكون هو ضمن خطط وزارة الخارجية وانا يعني حسب ما اعلم انه هناك تنسيق متميز وكبير وبتفاعلية ما بين الوزارتين الداخلية والخارجية فيما تعلق بهذه المستمسكات ويعني امور واجراءات اخرى على ما يبدو استاذ ضرعات هاشم الخبيل الستراتيجي كنت ضيف انا هنا في الاسسودي اشكرا جزيلا لك